سؤال إزاي رواية ممكن تبدأ اجتماعي أو عاطفي وتكمل سوسبنس تقفل جريمة قتل وحلق الغاز لأو إيه في ميت صفحة بالعدد تعال أقول لك حل اللغز ده في مراجعة رواية الشرفة الخلفية دكتور إيمان مرزوق يلا بينا المزيد من المراجعات الحصرية إوعى تفتكر عشان المعرض بدأ وإن أنا عندي دور برد إن أنا هستسلم ههريك مراجعات حصرية وزي ما انت شايف إحنا شغالين صبح وبالليل فيديو الساعة واحدة الظهر وفيديو الساعة سابعة مساء على إيه؟ على سلسلة تانية رجل انت مش معايا ولا إيه؟ السلسلة الأولى هي تغطية معرض الكتاب نصايح مشتريات فيلوجات تسريبات كل اللي انت عايزه والسلسلة التانية المراجعات الحصرية اللي منها حلقة النهاردة فلا تنسى بقى شوية دلع لايكات شيرات شوية دعم حلوين كده احنا لسه مكملين لحد آخر يوم وديك شايف مفيش صوت طلع وبرضو بصور اعمل ايه تاني؟ اعمل لك ايه تاني؟ تعال اقول لك تفاصيل عامل النهاردة رواية الشرفة الخلفية تأليف دكتور ايمان مرزوق عن دار إبهار للنشر والتوزيع معرض الكتاب عشرين اربعة وعشرين لشغال دلوقتي عدد الصفحات مية خمسة واربعين صفحة والغلاف لمحمد مجاهد والرواية هتبقى موجودة ان شاء الله في معرض القاهرة الدولي للكتاب جناح الدار وموقع إبهار الإلكتروني وموقع وتطبيق آيريد لو مش تقدر تروح المعرض لأي سبب هتنزل في اللينك اللي موجود في التسكريبشن ومثبت في أول تعليق تختار الكتاب ده او اي كتاب تاني انت عايزه واتدخل كود طارق عز تاخد خصمة خمسة اشار في المية على اجمال الأوردر بتاعك بدون حد أقصى لعدد مرات الشراء او للمبلغ المخصوم وتعال أقول لك ملخص القصة بدون حرقك العادة بنبدأ قصتنا بالبطل فؤاد تايح على وجهه في كورنيش اسكندرية شايف وشوش الناس ومش حاسس بيهم لحد ما بيوصل لبير الأمنيات او بير مسعود وسبب زهوله هو تفكيره في حبيبته ليان اللي قفلت تليفونها واختفت من حياته بلا مقدمات بيقابل راجل عجوز اسمه عم محمود بيقول له انا قاعد هنا اسمع للناس احكي بندأ نفهم المشاكل اللي بتملع حياته أمه أرستقراطية سيدة مجتمع من الثراء لدرجة ان فيه بروش ألماز مع ملها مخصوص ولكن أمه دي خلت البيت بارد رغم حبها الشديد ليه ولكنها قوية جمدة بس يا طرى بتغلف تحت ده ايه وبنعرف ان فؤاد رجل أعمال تحت سلطة أمه اللي عايزة تحتفظ بيه حتى لو حتمنا عنه وحبيبته لأسبابها الخاصة لحد هنا احنا قدام قصة اجتماعية مكررة لكن إيه اللي هيقلب الأحداث ووصلنا لبدل الجريمة اتنين أيوة حنلاقي اختفاء أمه السيدة كيندا قاسم واختفاء لينحى بطل البطل بس هالي اختفاء بس ولا يمكن يكون في قتل وخطف وغيبوبة كمان أو بالمناسبة الغيبوبة إزاي البطل هيحل الألغاز دي وهو في الغيبوبة مين الطرف الخفي اللي بيتلاعب بكل الحاجات دي وإزاي قدرت الكاتبة تدمج كل الكلام ده في مية صفحة الحقيقة أن كل الأسئلة دي إجابتها موجودة في عمل النهاردة ولكن أنا عندي فضول أسألة أنت عندك ساعد تخش رواية مدكوكة بالشكل ده فيها اجتماعي ورومانسي وجريمة وقتل وحل ألغاز في مية صفحة قولي في التعليقات وأنا بعد الفيديو ما يخلص هنزل نكمل كلامنا وتعالي نروح للنقد أو المناقشة التنوع في الرواية أو الخدعة غير المتوقعة من الملخص اللي خدناه في الأول هنحس إن إحنا قدام رواية اجتماعية مكررة وتعاملت مية مرة في أفلام ومسلسلات قبل كده الأم قوية الشاكيمة اللي بتساتر على ابنها وتمحوا شخصيته لحد ما يتحول إلى ظل لدرجة إنها هتدمر علاقته العاطفية وتحطه على تراك محدد مسبقا وهب القصة تتقلب باختفاء الأم ونخش في جو تحقيقات ومرأبات وكاميرات عشان نعرف سر الاختفاء وندخل عناصر من السوشيال ميديا وهب اللعبة تتقلب تاني لقصة قتل ونقعد ندور إزاي تم القتل ومين القاتل انت واخد بالك كام نوع أو جنرى تم تقديمه في الرواية رواية شقلبت كام مرة في مية صفحة على شرط إننا ما سبناش أسئلة معلقة ممكن بعض الأسئلة إجابتها ما كانتش شافية كفاية ولكن ما سبناش أسئلة معلقة بل سبنا جزء لخيالك بسيط كده من هنا نطلع بنقطة فرعية وهي عنصر التكثيف العمل شديد الكثافة ده لإنه صول بالرواية مية صفحة الاربعين صفحة اللي بقين تاريخ الكاتبة وأعمالها ومقالات نقضية في أعمالها السابق اللي بالمناسبة أنا رجعت منهم عمالين حساب لك لينك الحلقة في الديسكريبشن وفي الكارد فخلال المية صفحة دول أنا قدرت ألم كل اللي فات لأ ومش كده وبس لم نهمل الوصف العظيم اللي في المشهد الافتتاحي اسكندرية والشوارع والحلوة وكمان لم نهمل جوانب الشخصيات فحنلاقي شخصية فؤاد وتقلبها الدرامي على مدار العمل من أوله لآخر وتحوله من النقيد للنقيد شخصية الأم اللي بيتم فرضها علينا في الأول كشخصية نمطية متكررة مع تطور الأحداث بنكتشف أن ده مش صحيح أو للدقة صحيح ولكن ليه مبرر درامي قوي إلى جانب الشخصيات قوية ومرسومة كويس اللي هي مرسومة في الصورة قدامك دلوقتي وموجودة في أول الكتاب بتدعم السرد وتسنده وإن كان بعضها ضعيف وجودها زي الديكور كده ولكن غير مؤذن وده يخلينا أقول لك أن العمل سهل جدا يتحول لدراما من تمام الحلقات بسهولة على أي منصة اللي ساعد بقى على تقديم الكلام ده هو عنصر اللغة اللي تم اعتمادها كفصحة في السرد والحوار بدون فزلكة كده وبمعايير مظبوطة بإيقاع سريع بدون استعرض عضلات كان هيأثر بالسلب على عنصر التكسيف المعتمد من أول عمل لآخره وجرعة الحوار كانت معقولة نسبيا وإن زادت شوية بشكل مقبول في التحقيقات والاختفاء والقتل وده طبعا مفهوم بالنسبة لشق الجريمة وعجبني الاعتماد على المونولوج في تقفيل العمل ومن هنا نروح للخلاص الشرفة الخلفية للكاتبة إيمان مرزوق نوفلة سريعة الإيقاع اجتماعية عاطفية جريمة بدايتها لا توحي بالتقلبات والتعقيدات اللي هتحصل فيها حطت فيها الكاتبة كل نقاط قوتها السابقة من فن القصة القصيرة من رسم المشاعر تلعب باللغة ونقاط قوة جديدة أول مرة أشوفها فيها باعتبار أن دي أول رواية أقراها للكاتبة وهي الإمساك بالخطوط الدرسية المتعددة الممتدة على مدار الرواية وطبعا إيجادتها الفن القصة القصيرة خدمها في عدم الإسهاب ومراعاة التكثيف عجبتني ومنتظر رواية الكاتبة القادمة ولكن في الأول في الآخر ده رأيي أنا أنا عايز أعرف رأيك أنت بقى هل متحمس لعمل النهاردة؟ هل هتجيبه في معرض الكتاب؟ قل لي في التعليقات نتكلم مع بعض ونستفيد زي كان أحسن التعليقات رشيحة ومراجعة بتطلع مجتمع كوكب الكتب يعني أنت ما ينسى تشترك في القناة وتفعل زرارة الجرس تتعامي باللايك وتشاري هذا الفيديو أما بقى لو عاستوش باعد قرار اللي جواه وتختار كتابك اللي جاي صح فحايزهر قدامك على الشاشة دلوقتي السلسلتين اللي احنا شغلين عليهم تغطية المعرض والمراجعات الحصرية روح أتفرج عليهم أشوفك هناك السلام